غلاف غزة ينضم إلينا مراسلنا أحمد داروشي أهلا بك مجددا أحمد صفرات الإنذار كانت تدوي في مناطق غلاف غزة دعنا في التفاصل بالفعل رويدة كنا نتحدث قول دقائق عن هدوء لثمانية عشر ساعة الآن مرة واحدة دوت صفرات الإنذار في منطقة عسقلان وفي غلاف غزة بالإضافة إلى دوي صفرات الإنذار على الجبهة الشمالية الجبهة اللبنانية رصدنا بالعين هنا انطلاق ستة صواريخ من قطاع غزة اعترضتها القبة الحريدية لكن الآن بلدية عسقلان تتحدث عن سقوط صاروخ واحد داخل عسقلان ومن غير الواضح إن كانت هناك إصابات الرشقة كانت قبل نحو دقيقتين من الآن بالتالي لا تتوفر لدينا معلومات وافية عن الإصابات في حال وقوعها أو عن أماكن سقوط الصواريخ